يعني فعليات كتيرة جداً متنوعة بنتكلم على حوالي 300 فعالية 6 مهرجانات تحت مهرجان العالمين الجديدة في المصرح وحفلات موسيقية شطة رياضية وطرفهية سؤالي لحضرتك أهمية هذا المهرجان مهرجان العالمين الجديدة في تصويق العالمين سياحياً سواء أنا بتكلم هنا للسائح جوة مصر أو حتى على خريطة السياحة الإقليمية والدولية هو ما فيه شك طبعاً أن مثل هذه المهرجانات بكثافتها الكبيرة وتنوعها الحقيقة أعطى زهوة رائعة لتقديم مدينة العالمين الجديدة اللي بتقدمها مصر للسياحة هي إضافة للأجندة السياحية المصرية والحقيقة كل ما هو من فعاليات سواء ثقافية أو فنية أو رياضية هي بتثقل الملف السياحي في هذه المدينة وبتلقي مزيد من الضوء على ما يمكن أن يمارس من أنشطة هامة في هذه المدينة اللي يعني اهتمت الحقيقة يعني الدولة بتوفير كافة المقاومات لنجاح طبعاً إحنا بنشوف دلوقتي كخبراء في القطاع السياحي وبنتابع ردود الأفعال سواء من منظم الرحلات سواء في أوروبا أو حتى زميلنا بتوع الشركات السياحة في دول العربية خاصة دولة الخريج أو في شمال أفريقيا الحقيقة ردود الأفعال كانت كلها إيجابية جداً وأصبح هناك طلب على إعداد بعض التقارير السياحية حول هذه المدينة الجديدة وما يمكن أن يشاهدوا فيها أو يعني يحضروا ويستمتعوا به يمكن منطقة دول اسكندنافيا ومنطقة دول البلطيك في شمال أوروبا كانت أكثر الدول سؤالاً عن مدينة العالمين الجديدة وخاصة دول لتوانيا، إستونيا، لادفيا، فنلندا، الدنمارك كل اللي هم في شمال أوروبا اللي عندهم تلج طول السنة ده كان حيبقى سؤالي والله يا سبت اسم حرك له يعني جاوبتوا من قبل إحنا بنستهدف أنهي سائحي يعني إحنا معروف يمكن البحر الأحمر عندنا بيستهدف نوع معين من السائحين الأجانب بالإضافة للسياحة العربية والسياحة المحلية السحر الشمالي إحنا بنتارجة نفس السائح اللي بيروح البحر الأحمر ولا البحر الأبيض المتوسط قد يقدر يستهدف نوع آخر ونقدر نكتذب سائح آخر مش بتعاوز يجينا هو فعلاً سؤال مهم جداً لأن إحنا طبعاً بنوزع الخريطة السياحية على مصر على يعني المزاج العام لكل جنسية بتختلف إحنا عندنا منطقة شمال أوروبا دايماً بتبقى فترة الشتاء تلجي جداً وصعب أن هم يقيموا فيها وبالتالي بينزلوا على شواطئ جنوب أوروبا سواء إيطاليا ليونان المنطقة دي النهاردة بوجود مصر وتقدمها للعالمين الجديدة أصبح هناك رغبة من هذه الجنسيات أنها تقضي فترة الشتاء في مدينة العالمين في مصر وخصوصاً أنه أولاً مصر قريبة جداً أربع ساعات بحد أقصى رحلة التيران يقدر يوصل في مطار يقدر يخش على الجداول اللي بتاع رحلة التيران زي شرم زي الغرداء زي بقية المطارات نمرة اثنين السعر كمان أوفر وأرخص بكتير من الفنادق اللي موجودة في جنوب أوروبا وبالتالي كمان الحياة نفسها والمصرفات أو اللي يقدر يقضي بأقل تكلفة من اللي يقدر يصرفها في جنوب أوروبا فبالتالي أصبحت العالمين هي أحد المدن المستهدفة لهذه الجنسيات وخصوصاً فترة الشتاء وإحنا في القطاع السياحي الحقيقي بدأنا نحقق الخريطة السياحية لهذه المدينة ووضعها على الأجندة السياحية بتاعتنا بحيث أن نحن نقدر يبقى فيه تشغيل طوال العام لهذه المدينة والساحل الشمالي وأيضاً محاولة عمل فعاليات أو بطولات رياضية ونستخدم الإمكانيات الموجودة من ملاعب ومسارح كمان المدينة ترافية ومسارح مختلفة وإقامة هذه المهرجانات خلي بالحضرتك أولاً بتجيب مشاهدين بيتابعوا وإعلام بيغطي وناس بتبتدي تتفاعل في المدينة وليست فقط على المستوى السياحي فقط ولكن أيضاً السوبر ماركت البسيط هيقدر يستفيد